السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحتكم يا جماعة بس الصوت لو واضح رقم واحد بعد اذنكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اليه واصحابيه يا جماعين ان شاء الله نهاردة هنتكلم كيف تتسمى في الذهب ويمكن النادوة دي كانت مناسبة جدا ان احنا نقدمها في هذه الفترة بالذات الحقيقة بقدمها من فترة طولة جدا ايام ما كان الذهب عام يتكلفه 1240 و1260 وبعدين ينزل التالي 1200 يعني العلدي يعني عادة والحقيقة يعني انا كنت من اللي بحاول اشجع الناس انها تتابع بقوة الدهب النهاردة هنتكلم على حيات مهمة جدا خاصة بالذهب بس اتمنى يكون الاخوة معايا يكون نشاطين معايا شوية لان انا عشان يقدروا يطلعوا باستفادة كاملة الهدف من النادوة ديت ان احنا نطلع باستفادة كاملة وهنتكلم برضو على تحليل للذهب وان شاء الله الى اين يتجه الذهب تمام? الشاشة الزهرة يقدمكم جمعة صح? طيب. اه اعرفكم بنفس الاول انا طبعا بشكر انها تدي الفرصة ان انا اقدم هذه الندوة اه ان شاء الله اه تكون الندوة اه مفيدة اه للجميع. كيف تستثمر في الدهب? المعدن الاصفر معاكم اخوكم محمد غباري محلل فني ومدير محافظ سابق في الاسواق الخلاجية والاسواق العالمية. ومحاضر ومدرب في الاسواق العالمية اه بعدد جماعات اه يعني قدمت محاضرات في بعض الجماعات المصرية. لعدد شركات ومؤسسات خليجية ومستشار اقتصادي لعدد من الشركات الخليجية. ومدير التدريب احدى الشركات الخليجية. اه ان شاء الله هتستفيدوا مني النهاردة بازن تعالى في هذه الندوة القايم. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. وانا تعتمنكم في اي تساؤلات. تمام? باسم اللي اهن ابدأ الندو بتاعتنا. محاورها ما هو الاستثمار وما هو الدخار. وهنتكلم ما هو الدهب في الاساس واهميته واستخداماته. هنتكلم على محة تاريخية لنظام النقدي وده مهمة جدا علشان نعرف لماذا هو الدهب. وهنتكلم على مخاطر تحيط باموالنا. ولماذا الدهب. واكبر البلدان في احتياطة الدهب. واهم دول العالم في انتاج الدهب ومدى يرتفع الدهب. تمام? الجزء التاني من الندوة هيكون كيف نستثم في الدهب اللي اوجه الاستثمار او الطرق المختلفة في الدهب. انواع الدهب الذي يمكن استثماره كيف تحسب قيمة الجرام بنفسك من واقع الاسواق العالمية. ودي الحقيقة في الناس كتيرا ما تجهل هذه النقطة. وفي عندنا اشكال الدهب التي يمكن ان نستثمره. والتوقعات المستقبلي للدهب والمستثبت السعرية. كيف يتم المضربة في الدهب. تمام? خليلنا نبدأ في الاول بعيدة اسئلة كدوات بحيث ننشط مع بعض. ويبقى الندوة مفيدة. لماذا نفكر بالاستثمار في الدهب? ايه الاسباب الحقيقة وراء ان احنا نفكر تفكير حقيقي الاستثمار في الدهب? في حد عنده اجابة يا جماعة على السؤال ده? ليه بنفكر الاستثمار في الدهب? ليه ما ده الدهب? بعد الاخوة عنده اي رد? يعني ان الجماعة نستفيد منهم يا جماعة بعد اسمكم. ما فيش رد. طيب. حنجيب عن السؤال ده. وحنجيب على عدد سؤالة اسئلة اللي هي ما هو محرك الدهب? هل هناك بديل للدهب? ما هو مخاطر الدهب? وهل ما هو الاستثمار? وما هو الادخار? الاستثمار والادخار اللي اتنين مرتبطين بتعرف واحد هو الاحتفاظ بجزء من الاموال للمستقبل. يعني بس تقطع جزء من استهلاك الحالي او من دخلي. وبأجل الاستهلاك الحالي بحيث ان يتدخر جزء من اراداتي من اجل صرفها في المستقبل. تمام? ان الاموال اللي انت كنت بتتدخرها ما اصبحتش بتجيب المنتجات اللي كنت بتجيبها سابق. يعني مثلا احديكم مثال. اه في اترة من الفترات كنا في مصر بنشتري الماكبوك. الماكبوك ده كان بيعمل حدود عشر تلاف اتناشر الف في الحدود. هتخيلوا جماعة انا اتدخرت مبلغ مبلغ مالي عشان اجيب في المستقبل الماكبوك ده. اللاكتوب ده تعال قبل. فقعت اتدخر المبلغ لحد ما وصلته لعشر تلاف او اتناشر الف دولار. الوقت اشتري الماكبوك. لا للاسف. الماكبوك سعر دلوقتي. خمسة وعشرين الف جديد. يعني الضعف. هنا هنفهم معنى ايه مخاطر للدخار. طب الاستثمار? اه هو ده اللي احنا عايزينه اللي اعطي. الاستثمار هو تنمية رأس المال. انت عندك مبلغ مالي بتتدخره. ولكن مش يتدخر من يعني اه ان احطه في البنك. لا ده انا بتدخر المبلغ ده عشان استثمره. فاعمل تنمية لرأس المالي. تمام? طيب. يبقى اذا احنا عايزين نقول هنا ان احنا عايزين نستثمر. طب احنا استثمر في ايه بقى? هنستثمر في الده. هدفنا هنا ان احنا كيف يتم الاستثمر في الده. طب ازاي انا استثمر في حاجة? انا ما عنديش المام بيها وخلفية عنها. لازم اعرف. ويكون عندي المام بالمجال اللي انا انا استثمر فيه. فلازم نحن نرى في النهاردة ونتعلم ايه هو الدهب? ما هو الدهب? يعني بشكل بسيط وسريع كده هو الدهب اساسا في لز. ثمين وعنصر كيميائي يرمز له في كيميا بالايو. ويتم استخرب خلاص. يا اما من خلال الانهار. او من خلال. او من خلال. او او من خلال او 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 يعني او يعني معطل كهوف. خلاص. بيكون يا اما على شكل الحبيبات. بيكون على شكل ان هو بيكون من ضمن شكل الصخرة نفسها. زي ما احنا شايفينها كده الصورة في النص او شكل لحبيبات اللي هي على الجنب ده تمام ده شكل من الاشكال كيفية استخراج اللي هو ايه الدهب تمام استخداماته في ناس بتخيلان الدهب ده فقط يتم استخدامه فقط في الحلية والاشكال اللي اللي بتلبسها او النساء بتلبسها لا ده له اهتمامات في عدة مجالات اول حاجة طبعا له اهتمام جدا بالنفس البشرية ان النفس البشرية بتحب حسبها دهب دهب عندنا ليه قيمة ليه قيمة تمام وفي عندنا المشهورات الذهبية والمجاورات كلنا عارفة الحاجة اللي لازم تعرفها كواز ان الدهب هو موصل او افضل موصل للكهرباء والاكترونيات ازاي عارفين جماعة البروستيسور انتع البروستيسور اللي هو المعالج بتاع الكمبيوتر المعالج بتاع الكمبيوتر تمام البروستيسور في قاعد اجزاء البروستيسور نفسه بيبقى فيه دهب بس طبعا بيبقى بكميات ضئيلة جدا يعني كيمات ضئيلة جدا فيها دهب تمام فبالتالي لو هم في بعض التكنولوجي ان هم عشان يعملوا توصيل جيد للكهرباء او الالكترونيات بيستخدموا الدهب فيها تمام وبرضه في استخدام الدهب طبيا استخدام الدهب طبيا يعني نسمع ان في بعض الناس او نسمع بعض المراكز الطبية بيعالجوا السرطان من خلال الدهب وفي استخدام دهب في طب الاسنان ان فيه تركيبات وفي بعض العلاجات وبعض العمليات بتتم بالدهب يبقى اذا نعرف هنا ان الدهب له عدة استخدامات وليس فقط لللبس والحلية طيب ليه مدى الدهب هنكدنا بقى ليه الدهب الدهب مهم ليه عشان نعرف الدهب مهم ليه لازم ناخد لبحة تاريخية ومهمة جدا وفي فيديو انا عايز يعني اشغله بس لو اشتغل يعني اشتغل كويس يا ريت انتو تنبهوني ان هو اشتغل معكم كويس ولو ما شتغلش كويس انا هتكلم عليه اول حاجة احنا عندنا زمان ما كانش في حاجة وما فيش حاجة اسمها عملات نقدية كان بيتم الشراء والبيع بالمقايدة بالمقايدات يعني ايه يعني انا عندي انا رجل مشهور بزراعة الامح وفي غيري مشهور بالاغنام انا النهاردة عايز لحمها وانت عايز حبوب فنعمل ايه فنعمل تبادل او مقايدة انا هتديك كم من الحبوب امام كم من الايه او او قدام مسلا خروف ده المقايدة والاقي كانت فيه مشاكل في المقايدة يعني ان هو لا يقبل التجزئة يعني مثلا ان هو عندي شوال فقالت لا تب ادي لي حتة من الخروف طب هو يعني انا مش هتباح لك خروف مقصوصة عشان يديك حتة من الخروف يعني ينفعش لا كان فيه صعوبة في عملات المقايدة فبدأت الناس تتجه ان يكون فيه عملة يتم من خلالها تقييم البضائع فكانت العموء اللي هو النقود المعدنيات وبشكل اخص الدهب والفضة فاصبحوا يحصل سك للدهب والفضة في شكل معدن للتبادل طيب ليه يستخدموا الفضة والدهب؟ لسبب مهم جدا اول حاجة ان مفيش حد بير فضة الدهب والفضة فيه قبول عام ان الجميع يعني النهاردة لو انا جيت لك النهاردة قلت لك دلوقتي حالة دلوقتي انا انا هشتري منك حاجة وهديك قصتها دهب او جينيه دهب او ليرا دهب هتقولي لا لأ لان الدهب بيحظى على قبول عام من الجميع عالميا مفيش حد تقولي اخد دهب يقولك ايه لا مدام في قبول عام يبقى اذا انت تتكلم على قاعدة مهمة للتبادل الناس كلها تقبلها قاعدة الدهب اللي هي قاعدة الدهب اللي الناس كل الناس تقبل هذه القاعدة طيب ايه تاني بقى من اهم قبول الناس قاعدة الدهب او التبادل بالعملات المعدنية الدهب الفضة انها مغزن للقيمة مغزن للقيمة يعني ايه عارفيني يا جماعة يعني ايه مغزن للقيمة مغزن للقيمة معناها ان العملة اللي معاديت المسكوكة مثلا قيمتها ان بتشتري لك دلوقتي مثلا خروف جنيه الدهب تشتري خروف كامل طب لو انا ايه يعني ايه سيحت عملة دي وهبحها كمعدن مش عملة بقى هبحها كمعدن هتجيب نفس القيمة هتجيب نفس الخروف اه هتجيب نفس الخروف يبقى قيمتها في نفسها قيمتها في قيمتها هي قيمة العملة نفسها في نوع المعدن اللي بتشكل منها عشان كده هي قاعدة الدهب وانها تطبح يا جماعة الصوت واضح هل الصوت واضح يا شباب يا ريب اسررد بس بعد ازنكم الصوت واضح ولا لا الاخو كرم بس بعد ازنكم واحد بوسط واضح ازنكم واحد بوسط واضح هل او هل او هل او هل او اشتركوا في القناة 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 انه يخزن عملاتهم الذهبية عنده مقابل ان يأخذوا منه تعهد برابد كمية الذهب ده ويحتاجونها ويأخذوا بقى لكم برابد كمية الذهب ماذا حصل؟ ان الناس تذهبوا وتخزن الذهب عند الناس دي ويجب ان يتعاملوا بقى التعهد يعني مثلا انا اريد ان اشري حاجة ارض طب انا لماذا اريد ان اريد الذهب؟ عندما تأخذ حاجة الورقة التي فيها تعهد تأخذها مني مقابل الارض فانه يجب ان تقبل من بعض اوراق التعهد لانهما ضمنين انهما سيأخذوا الذهب بتاعتهم عند الرجل اللي هو مخزن عندهم الذهب مخزن عنده الذهب تمام؟ طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ جاه اللي هو المسؤولين اللي هما اصحاب الخزن دي هل فيك مية من الذهب؟ محطوطة قدنا بدون استغلال طيب ما نستغل الدهب اللي هما اصحاب الدهب نستغل الدهب بتاعهم فاننا ممكن نطلع بعض منها قروض ان انا ايه؟ ادي مثلا واحد عايز دهب مقابل انه هو مثلا ياخد عندي عشر قطع دهب مقابل انه هو بعد قطع يدي عملي حداشر قطع هو استغل ايه؟ استغل عشر قطع دهب من بعض المدعين وهو اكسب بالكده من كده ايه؟ واحد دهب فالباس يبدأ ان ايه يشتغى عليك بدأ للناس ايه؟ انها تستغل الدهب اللي عندي الناس اللي متخزنة انهم يطلعوا القروض للغير فكده بيستغل مين؟ بيستغل الدهب اللي متخزنة عندهم لحظ ما حصل يعني اكبر نقوله ايه؟ اكبر ايه؟ اش عايز نقول كلمة صعبة شوية لكن ايه؟ اكبر خدع عالميا من خلال البنوك المركزية خلال؟ انها انت خلاص الدهب اللي عندنا اش هدوه لك الدولة عادة كده لأنها هديك صد او تصرف بتصرف اللي تخده منها هو ورقة الزامية الزامية انك انت انت تاخد الدهب بتاعك لا انت هتصرف من ايه؟ من الفلوس؟ او من خلال الورقة اللي هي فيها تاخد ازاي الورقة دي بالذات شايفة الورقة دي؟ اه؟ اتطلب مبلغ جنيه والحد مصري اللي حامله ده كان سند السند ده كان الزامي خلاص خلي بالكم بقى كان الجنيه المصري ده ليه احتياطي دهب في البنك المركزي ليه احتياطي دهب في البنك المركزي فبالتالي كان الجنيه ده خليه قيمة كبيرة جدا لانه كان بيقيم بالدهب شايفة الورقة دي؟ يقيم بالدهب تمام؟ فبالتالي دي اسمها العملة الالزامية او القانونية ان الدولة خلاص وضعت القانون والزمت اصحاب الدهب لانه لا يستطيع استرداد الدهب بتاعه دي طبعا كان لا يصح نهائيا عشان تبقى عارفين يعني انت كده هصلك خدعة ان هما خلاص اللزموك ان الدهب بتاعك ما تقدرش تاخده لا خلاص قالت لك دهب ده عندي حتى بتخزي عندي وانت لابد ان تستخدم الايه؟ الورقة المالية الالزامية لحد ما بقت كان فيها تعهد بعد كده اشهل كلمة التعهد دي واصبحت انك انت تتعامل بالورقة التي تضعه الدولة بعيدنا الدهب انت دهب فاش دهب لكش دعوة المالية كانش لايه صح ابدا كانت تعتبر يعني فيها كلام صعب شوية بس ايه مش احتراطين مش عايزين اقولها اذا العمل الورقات دي اصبحت وصلت للتبادل قبل العام ولكن ليست مخزن للقيمة لان الورقة ملايهش قيمة خلاص ورقة قيمتها في ان الدولة تتعهد بانك انت ممكن تشتري بها وانها عليها قبل عام الناس كلها قابلتها خلاص الدولة ألزمتها ولكن الورقة المالية اصبحت تتفوت قوتها حسب قوة الدولة من الاختياط الدهب عندنا حسنا 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 عشان كده علي تقول حاجة مهمة طبعا هنا اصبح بقى انك انت خلاص انك انت ملزم انك تستخدم الاوراق المالية يبقى ازا الاصل في الورقة المالية ان قوتها تسمى الدهب من كميات الدهب لدى الدولة تركزوا معي في الحتة دي كويس يبقى ازا قوة اقتصاد الدولة مثلا امريكا قوة عزمة لكون انها اكبر دولة عندها احتياطي من الدهب تركز معي في الحتة دي مش من فراط لا ده عشان عندها دهب تعال ناخد نقطة مهمة جدا نرجع بقى لنقطة مهمة هل هناك مخاطر في الادخار؟ هل هناك مخاطر في الادخار؟ مين الجماعة يقول هل هناك مخاطر في الادخار؟ يعني احد يمثال فيها دلوقت بس يعني رد علي بس عشان اعرف بس ان اضمن ان النسوط وصل لكم كويس يعني احد يرد علينا كده رد كويس اه مخاطر اه مخاطر ايه المخاطر في الادخار؟ تعال اديكم مثلا كده بسيط مثلا نفرض فردا كده نفرض مع بعض ان عندنا عدد المواطنيين في الدولة دي عشر افراد فقط والدولة طبعت الف دولار طبعا احنا عندنا عدلة في توزيع الدخول يعني ايه؟ يعني كله بياخد نفس النسبة من الاموال المصدرة دي فالالف دولار كل واحد عندنا عندنا عشر افراد يبقى كل واحد ياخد كم دولار بالالف دولار مفترض عشرة فالمية يعني كل واحد من ادي كده عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر ادي كده عندنا عشر افراد خلاص فالعشر افراد اهو عندنا ده اخد مية دولار ده اخد مية دولار ده اخد مية دولار صح كده؟ ده اخد مية دولار كلهم عندهم عدالة في توزيع الدخول وديها مشكلة الترمية الاقتصادية لاي دولة اللي هو عدالة في توزيع الدخول تمام؟ طيب كلام جميل يبقى انا الدولة اصدرت الف دولار مثلا 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 طبعا فانا انا باخد مية وانت تاخد مية العشر افراد موجودين في الدولة فرضا يعني كل واحد مع عميد دولار خلاص بيقصر ايه؟ فيحصل بيحصل انفردا ان الدولة افردا بقى وفترض فاردا دي ان الدولة ازودت الايه؟ الااااااااا igns الا اموال المصدرة عندها ازودت الاموال ايه المصدرة عندها تمام؟ اون يعني قالت انا ايه? انا اصدر عندي الفين دولار. ولكن الالف دولار اللي اصدرتها دي انا بديه كل الناس. دي الدولة عاملت كده. انا اللي مش هياخد بديه كل الناس. لا ده انا هديها بقى للناس بتوعي. فرح عطل واحد. بقى مية دولار بقى معاها خمسمة دولار. ده معاها خمسمة دولار. انت بقاك نفس المية دولار. خلي بالك. وانا معين نفس المية دولار. وغيرنا معين نفس المية دولار. ولكن لكون عدم عدال توديع الدخول. وان المبلغ لهزراته الدولة. راحت في ايدي الناس دعينها معينة. فاصبح انت نسبتك في الاموات الموجودة في الدولة نقصت. بقى خمسة دولار. بقى انت معاك كم دلوقتي? بقى معاكش عشرة فالمية من الاموال المصدرة من الدولة. بقى عندك خمسة في المية. هنا الخطوة روحة. ليه? بقى الاموال تصدر زيادة او تصدر. كما تزداد الاموال اللي بتصدرها الدولة? كل ما يزداد التضخم في الدولة. فبالتالي انت تملك خمسة في المية من المعروض من الدولة. فبتكده خسرار. فبتكسبش. فبالتالي انت حلك عشان تحل المعادلة دي. لازم مش تتدخر تستمر تنمية رأس المال. تنمية ايه? لازم اعمل تنمية الرأس الايه? لرأس المال. طيب. يبقى ازن استمر في بقى افضل ملاز امن للناس هو الدهب. طب ليه الدهب بقى? تعال نشوف ليه الدهب? بصد لا الدهب يا جماعة ليه الدهب? غير ان احنا يستخدم احكمنا على استخداماته وتكلمنا على الحياة كثيرة. لا. لو هو بقى طلع حاجة مهمة جدا ان الدهب له كمية محدودة على سطح الارض. ليه كمية محدودة? خلي بألكم. الدهب له كمية محدودة. على حسب شركة تومسون رويترز وديت من احدى الشركات المتخصصة. في اصدار بيانات ومؤشرات عن الدهب في العالم كله قالت ان الحجم الكل للدهب على سطح الارض لا يزيد عن مية واحد وسبعين مية واحد وسبعين ايه? مية واحد مية واحد وسبعين الف وثلاثمتة مية وسبعين الف وثلاثمتة ده الموجود على وجه السطح الارض كله يعني معناها انا بتكلم على كمية محدودة من الدهب ماثلته بالتالي اما يكون في اي شيء لها كمية او نضعها النسبية محدودة في الارض كلما يكون له قيمة له قيمة دي حطوها معلومة ان في ناس عنداش المعلومة دي كتب جدا معلومة ان هوا ان هوا دهب دي حطوها معلومة ان هوا دهب 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 في الانات الابتصال بعد غير الابتعين فه كمام فتو مش فضح فتو مش فضح فتو مش فضح فتو 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 مش فضح فتو ماذا فتو مش فضح فتو مش فضح احاول ان اضجعت باقود احاول اصابت هذا المحور احاول اصابت هذا المحور احاول اصابت انت ثاني كده الصوت احسن? انا طبعا بعتذر لكم جدا على الميت السيئة عندي بصراحة غزبة عني يعني شابها عندنا للأسف فهمتر عمي مش ثبث للأسف يعني فقلت ان كان يعني ايه اللي وصل ايه اقلتها خلي نخفض كده صوت احسن دي صحيح كده صوت احسن اعطني ايه حان قد ايه قد اقعد. الازمات ممكن يغثر في تحركات الدهر ومن الباب الاغراطية ان الباب يعني نقول هو اخذ بجلاه فالباب اللوني ان هو نزمة اليون ونزمة اليون وخاصة نزمة اليونين اللي احنا صدفناها بشكل من ومتهددها انها ممكن بطلع من الاتحاد الاوروبي واخذ بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ده كان اكبر تأثير اه ادى الى صدها بقوة طبعا في الوقت اخوض من الجزمات العالمية وخاصة بعد وصول ادام جومز ارقام خيالية فبدت يصحح فبالتالي ممكن ان يدخل قبل كائلة ازمة العالمية اه اوه 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 kadj ليه الذهب؟ الصين والهند وروسيا من أكبر الدول اللي بتتصابق على أشراء الكميات الكبيرة من الذهب لأن هذا بيقوي اقتصادهم وما طبعا لهم صنيف دولي في احتلاطات الذهب عندهم ولكن يحاولون أن يحسنوا من ترتبهم في الذهب يحسنوا من ترتبهم في ايه؟ في الذهب الصين والهند وروسي بالذات يعني هتلاحظوا بالنوقت الاخر أن هم يقول لك بيعلموا أن هم يشتروا كيمية أخرى من الذهب طبعا شراء يؤدي الذهب تطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع الذهب تمام؟ رابعا أن الذهب طبعا ما لازم من فطرة الحروب ولا أزمات الملائية يعني ما يحصل حر خروب أو أزمة مالية عالمية يبدأ الناس كلها يتجهل لايه؟ للسرطة في الذهب يبدأوا يشتروا ايه؟ يشتروا ذهب تمام؟ وطبعا ما لا ننساش حاجة مهمة جدا اللي بيتحرك الذهب هو الدهار الأمريكي فبالتالي السياسة المالية السياسة المالية اللي بتتباحت أمريكا وحاسب قرار سعر الفائدة الأمريكية اللي بيضرها المالية الفدرول الأمريكي ده بيؤثر تأثير قوي جدا على تحركات أدها سادة ان هو مخلق اللقين يجعل الدولة المكاسدية ان التبص بيحتاج النقلية وقرق بيه موقفها الاقتصادية يعني ما يكون في دولة عندها مشاكل اقتصادية دولة عندها مشاكل اقتصادية على طول تتجه لإيه؟ إلى شراء الدهب وتزوج كيميات الدهب خذوا بالكماع من الصورة دية اما حصل ان بدأت الناس تشكك في اقتصاد البريطاني وخاصة بعد خروجه او قرار خروجه من الاتحاد الأوروبي بدأت الناس تحصل ايه؟ حصل بيع شديد على الباوند او انت اخدين بالكم اللي بتابع كلنا معنا واصبح الناس متخوفا من الباوند وحصل هبوت شديد طبعا كله متخوف من الاقتصاد البريطاني وبقى في حالة من الضبوية شوية بمستقبل البريطاني على البريطاني عملت ماذا؟ عملت ايه؟ عملت حدة زكية راحت زاد مغزن الدهب اللي موجود في البنك المركز البريطاني دي كان الزرة بتاعتها تخيط عايز تقول للناس ايه؟ يرسالها عايز تقول ايه؟ احنا عندنا الدهب الباوند سعره دهب كل باوند معاك يقابله كمية محددة من الدهب فطبعا كمية الدهب او سباك الذهبية اللي تملكها بريطانيا بما يعادل مية سبعة وتسعين مليار بنيا استردين مية سبعة وتسعين مليار بنيا استردين طبعا كمية الدهب دي موجودة تحت الارض في البريطاني وعليها حراسة مشددة غير طبيعية غير طبيعية تمام؟ طيب يبقى ازا لوحبنا ننخص الكلام احنا قلناه من شوية انه عارف ان الدهب مقوين على اللي هي محدودية محدودة الكمية على وجه الارض بما يعادل مية سبعة وتسعين الف طن مية واحد وتسعين الف وتلتمائة طن وما اخذنا القيمة ومالاز آمن للحكومات في فترة الحروب ولا ازامات القصد تعال بقى نقول فالدول العظمة كبيرة لقت عظمة ليه؟ امريكا اللي هي رقم واحد في اقتصاد العالم مش عشان امريكا لا 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 لانها تملك اكبر احطيات دهب على مستوى العالم وبفرق كبير بفارق كبير تملك كام؟ تمام ثمان تلف مية ثلاثة ت совет SUR Eğer تلاف مية تلاتة وتلاتين طن من الدهب. المانيا تلاتة وتلاتة تلاف تلاتين وثلاثين طن من الدهب. بعدها وايطاليا وفرنسا والسين والسوسترا وروسيا واليابان وهولندا والهند. تمام? طبعا ده ترتيب. طبعا عندنا روسيا والسين والدهب بيتصبقوا على شراء الدهب حتى يحسنوا من مركزهم على مستوى العالم. تعالا بقى نشوف. الدولة العربية. الدولة العربية. عند السعودية تعتبر رقم واحد بالنسبة لحتاج الدهب بالنسبة ليس العالم بالنسبة عوالية تلاتمية اثنين وعشرين طن. بس لما وصلناش الف طن. وده لك الفرق. هنا من التكلم في اقل حاجة. اقل الدولة حوالي 457. ده اهم ايعطي من ايه. ده ارقام ايما شوية. سنحاول ان شاء الله نحددها للفترة الجاية. لكن حاليا السعودية تم للقطة 222 طن. لبنان 286 طن. جزائر 173 طن. ليبيا 116 طن. العراق 89 طن. الكلوم 79 طن. ومصر تعتبر السبعة على مستوى الوطن العربي 76 طن. كده ايه بقيت الدول من اهم منتجين للدهب من اكبر منتجين ولكن لا يملكوا اكبر منتجين ده الشيء الفارق يعني الغريب. الصين من اكبر الدول منتجة للدهب. تنتج حوالي 155 ألف طن. ألف كيلو جرام سنويا. استراليا ميتين وسبعين ألف كيلو جرام. لو انتم بتحلق منتجية اخدتها وهي اكبر عالمية يعني تشير من بره. تعال بقص جنوب افريقي. مية وتسعين ألف كيلو جرام. واشوف. يعني ملهاش وجود. كندا غانا. بصوا غانا. واندونيسيا واوزباكستان بينتجوا دهب. ولكن للأسف متعارفين اصدهم يعني وضعهم طوال زي يعني. طيب محركة الدهب. تعال نتكلم على محركات الدهب. مية كهل اللي بيحرم الدهب. طبعا يا جماعة ان شاء الله يعني بعد كده قد ان شاء الله هحاول اخد تساؤلاتكم. عندكم اي تساؤلات يا جماعة يعني وهنا احنا شغالين دلوقتي. في اي تساؤلات عايزين تساؤلوها وهنا شغالين دلوقتي? في اي تساؤلات? ان شاء الله عندي تحليل للدهب. في تحليل مهم جدا. انا حابب تشوفوه. تحليل للدهب وده اهم حاجة عندي المعارضة. اكيد كلكم عايزين تطلعوا باستفادة. يعني. يعني تكون انت عندكم خارط الطريق للدهب. ان شاء الله يعني ايه؟ ان شاء الله. وحركات الدهب بقى. طبعا الدولار يؤدي دولار. محركة رئيس للدهب. الحروب وازمات المالية محركة رئيس للدهب. شراء البلوك المركزية للدهب. ليه هدول قوي جدا في الدهب. هبوط الهبوط الجماعي للأسواق المالية. طبعا بتتبع الأسواق العالمية. الأسواق المحلية العربية يعني بتتبع الأسواق العالمية. يعني الدول جمز له هبط وحصل. يعني يروك الدول كده كل صوت. طيب الأسواق العالمية. لا انا طبعا. اكبر صد عالمي. انا امريكا. انا احبب بس لو فيه تساؤل قبل من نبدأ. في حانك عنده عند اي تقلقات قبل منه. طبعا. mean. عينيه على ما ماء. حاضر حاضر. حاضر. من عينيه من ن FIFA حاضر حاضر يا يزرح حاضر. ماشي ساحكين ونزبوت. وعلى حاضر حاضر. خول الا civilians وحصل الحقيقة فيه فيه. انا كنت احاد كده كده نبزة عنه أداءات المقاتل وضاءات الرأس المعلides لكن إن شاء الله سأزبطها لكم لأن هذا يجب عليكم أهم شيء في تداول بالهامش أو المرجن يجب أن نقوم بعمل خطة للتداول خطة للتداول يعني كيف أدخل شراء على مراحل كيف أدخل بالنسبة مثلاً يعني لا يأخذش بريسك كبير أدخل بريسك صغير من قيمة الحسابة كله هذا مهم جداً جماعة للأسف فيه كثير جداً ما عدوش الثقافة خليناً نتكلم ونخلص وبعد كده نبدأ في أننا نقوم بريسك كذلك تعالي بقى أقول كيف نستقبل في الدهب بص يا جماعة بشكل سريع لازم نتعرف الأول على أنواع الدهب أنواع الدهب اللي هو العيار فيه عيار ربع وشرين فيه عيار ربع وشرين وواحد وعشرين وثمانتاشر والصوت بدأ قطع تاني صح؟ الصوت بدأ قطع تاني ولا الصوت كويس؟ الصوت كده رجع كويس للأسف يعني الصوت عندنا يعني الانترديات عندنا زي البورسة كده بزيط يا نتافع وينقافر وينقافر ونمشيش على حال كويس للأسف طيب العيار الربع وشرين ده يعني أفضل عيار أو أفضل نوع أو أبود نوع الدهب لأن نسبة صفاء الدهب تسعة وتعين في المية واحد تقمية فقط عشان طبعا أنت عرف الدهب عشان يتماسك ويتشكل الدهب كويس لابد أن يكون فيه نسبة علشان يحصل تماسك للدهب فبيحطوا نسبة من نحاس أو فضة أو زئبك وده لا يتعداد لواحد في المية فبيبقى النسبة صفاء للدهب تقمية تسعة وتعين في المية وعشان يتعداد لعب عشان 24 أغلى أنواع الدهب في عيار ربع وعشرين وبنحسابها ازاي الكيلو جرام الكيلو الكامل من الدهب بيبقى فيه الكيلو الدهب كله بيبقى من بيتوزع أنه من الدهب مية وخمسين جرام مية وخمسين جرام منه دهب صافي وبيحط عليه مية وخمسين جرام يكاملوا الدهب بقى كيلو الدهب يكونوا على مية وخمسين جرام خلاص نحاس أو فضة تمام؟ ده العيارة واحدة وعشرين يعملها فيه مية وخمسين جرام على الكيلو فبيبقى الصفاء بتاعه خمسة وتمانية في المائة أريد الصفاء بتاعه خمسة وتمانية في المائة صعب الآية 18 بقى الآية 18 نسبة الكيلو جرام كله فيه ربع كيلو بيكون ضد أو إيه؟ أو نحاس والباقي بيكون إيه؟ بيكون يعني كيلو الربع أو خمسة أو سمائة وخمسين جرام دهب صافي طبعا تلمي بسعره أقل فيه عيارة 22 ده بيقولك 875 جرام دهب خالص وماتين خمسة وعشرين جرام نحاس أو فضة أو حديد أو زبخة حسب كل إدارة بتستخدم الجزء اللي بتطوى على الدهب تعالي بقى نقطة مهمة كيه؟ سؤال يا جماعة حد منكم يعرف من واقع السعر العالمي من واقع السعر العالمي هل تعرف سعر الجرام المحلي بتاعك كم؟ فيه حد يعرفه؟ انا يا شباب لو بني كده خليني يعني ايه؟ تعالي النهاردة بقى أنا أتعرف ازاي بقى أنا أتعرف بحاجة جديدة انت رجل بقى أنت رجل بقى أنت رجل بقى أنت رجل بقى أنت مهلم وتعرف وتبقى شاطر وتكون عندك كمام في الجزء دي بالذات؟ ان ازاي أقدر نخرال السعر العالمي بالدهب؟ خلاص؟ أقدر أعرف السعر المحلي بالدهب عندي بصري ما الدهب اللي انت بتداوله الدهب اللي انت بتداوله في السعر اللي قدامه ده هو سعر يعني ما يقول لك مثلا سعر الدهب دلوقتي النهاردة كان سعره حوالي يعني في وقت ما هم كنتم بعمل النادوة كان سعر وقتها 132 دولار للأونس السعر العالمي يعني السعر العالمي بيتعمى بالأونس أو الأقية سؤال بقى الأونس أو الأقية كم جرام؟ انت بتعملها في البورسة العالمية بتعملها على الأونس الأونس الكاميري السعر اللي انت شاهده قدامك أونس الأونس أو الأقية اللي هو اللي هو مضمون نستسعر لقدامك ده بيساوي 31 و 1 من 10 جرام اه انا كده ايه بقى؟ لو انت عايز تعرف سعر الجرام طبعا ده بقى قيم بالدولار صح؟ قيم بالدولار طب لو انا عايز اعرف يمكنك الهبار يا منتاك وكده منتري خاطر مجدوار مجدوار يا هواف انت أنت ترى كل ما لو انا النهاردة عايز سعر الجرام الواحد قدي ايه؟ بسيطة كده؟ اخذ الالف تتتمية اثنين وثلاثين تعال بقى نشوفها اه? عدد سعر النهاردة كام? الدهب سعر القنص? الف تتتمية اثنين وثلاثين ايه? تلاتة من مية دولار. ده سعر الدهب النهاردة. عايز احسب. عايز احسب. سعر الجرام كام? اقسم على كام بقى? اخذ الرقم ده اقسمه على ايه 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 ا سعر النهاردة بالدولار سعر الدولار دلوقتي حالا اثنين واربعين وثلاثة ثمانين مئة دولار اثنين واربعين دولار دلوقتي كويس ده سعر الدولار عايز بقى اعرفها بالسعر عندي كان في دولتي بقى على حسن اذا مثلا لو كلمنا على الناس السعودي اخد بقى الاثنين واربعين الدولار اضربوا بالسعر صار عندها السعر طبعا حالا فين ان الدولار سعره في السعودية سابق فالسعر الدولار سلاتة خمسة وسبعين اضربها هتلاقي ان انت عليك سعر الجرام مئة وستين ريال سعر اتصل باقي حال الوقتي هتعرف النهاردة سعر الجرام مئة وستين ريال هو اخر التحديث لو في حد عندك بيعمل تحديث سريع للدهب او بالقريب في السعر طبعا في الجرام المصري انا سعر الجرام كل يوم بغير لان احنا معاومين من جنيه فسعر النهاردة الدولار سبعتاشا سبتين فاضرب سبعتاشا جنيه في ستين قرش في دين واربعين ثلاثة وتمانين هتعرف سعر الجرام سبعتمائة وخمسين بوين تمامية وتمانية ده سعر الجرام يبقى اي عيار اه? اي عيار يا جماعة ده? سعر اي عيار اه? اين يقول لي? اربعة وعشرين الله انا اوالي سعر اربعة وعشرين جميل? يبقى كده يا عربة طب صحيح بقى ازاي اجيب? طب ده الاساس هو الاساس عندي لانا الاسعار العالمين اللي انت شايفها هو سعر الاونس من الدهب اللي هو عيار اربعة وعشرين طب انا عايز بقرب في دولتي. العيارات التانية او عيار واحد وعشرين. اتعمل ايه? خذ اه سعر واحد وعشرين? خلاص? انت خلاص انت جدت سعر العيار عندك بالعلاق. انت جدت سعر العيار سعر العيار في دولتك. احنا قلنا نهارده سعر اربعة وعشرين مية وستين ريالا. احنا قلنا نهارده السعر العيار عيار كم? مية وستين رجال? طب ايถ щ عايز اجيب عيار واحد وعشرين. اجيب واحد وعشرين اقسم老24 وнения اضربها في سعر الجرام الانتي. فما اقسمها حاعدος 24 اصرف عليك يجيلي سعر الجرام اللي هو عيار 21 وحد يحصله النهاردة يتاعمل الـ 100 140 ريال طب لو عيار 18 أخذ 18 على 24 يعني عيار 18 أسيب عيار 24 وأضربها في قيمة أو سعر الجرام بالعملة بتاعتي يجيلي سعر الجرام النهاردة كان 120 0.0 5 طبعا بسيطة ولا صعبة حتى كان يعرف طريق دي بكده ما حتى كان يعرفه قال كان يعرف في تجيب وهنا بقى هنا هنا الرد طبعا أنا رد محاضر جماعة يعني برضو أنا بقدم بدوى من خلال ولكن يبقى عندنا منفصلين عن أهدفنا للشركة فبالتالي أنا بتكلم بكل صراحة ما يجيجي ناس تتكلم على أقول لك أصل الفوريكس مش موجود أو وهمي طب يعني لو فيه فرصة إن شاء الله حوالي لكم أن فيه سديق استثمارية في السعودية وبعض الدوق خليج في السعودية تتعامل في العملات الأجنبية يبقى إزاي العملات الأجنبية مش موجود أما أقول حجم التداول اليومي خمسة واثنين من عشرة تريليون وأنه ليس موجود ولكن اختيار الشركة هو المهم كيف يتم اختيار الشركة المرخصة عشان أتتداول فيها ولا أنصاق وراء الشركات التي هي في الأساس نصب واحتيال ولكن بتنصب ورأس الاسم الفوريكس وهمهم معلومش فوريكس ولا أي حاجة وهم مناصب المحتلين خاص مش مرخصين ولا أي حاجة خلص ويعني حذركم موقع زي بتلاقي فيه أعلانات لا تتوقف في أعلانات اللي موجودة على بعض المواقع لأن دي أعلانات يعني ناس بتدفع فلوس كتير عشان تتصطاد الناس وهم معلوم فوريكس ولا أي حاجة خلق السعودية من أخذ في وقت كبير الأشكال الداهم اللي ممكن أن أستثمر فيه أنا مش لازم بس أسأل على ما أستثمر من خلال المجهولات الذهبية لأن أشتري مجهولات الذهبية ولكن يفضل أنه مبقاش فيها فصوص الفصوص اللي هي الفصوص اللي هي بسموها الحجار الكريمة هذه كلها لماذا لا يمتلك من وزن للدهب لا اللي مفضل أنه يكون الدهب اللي يشتري من هذه المجهولات يكون دهب خاني من أي فصوص صافي يشتري كده تمام أو طبعا هنا بيبقى فيه مصنعي أو إننا كدها من شكل من أكبر الشكلات العالمية لبيع السبائك الذهبية في الشكلات باب وعندها أشكال من السبائك الذهبية عندها سبيكة اسمها فرطونا الفصوص اللي هي بيبقى لها واحدة مزمزلة دوت أو الناس الممصومة عليها وفيه الظهرة وفيه الحب الدائم اسمها ده أسماء السبائك عندها اسماء الحب الدائم وفيه شكل قلب وده فيه ناس بتديها كده يعني في البلانتين كده يقدموها هدايا وفيه السبائك الدينية ودي عليها زهرة اسمة الكعبة أنا شوفها ربنا يرسونا زهرتها يا ربا قريبا إن شاء الله وفيه بقى اللي هو التقويم من القمر الأمر الصيني وده حاجة خاصة بالصين وده مش متدولة في الليل العربية ده أشكل السبائك اللي ممكن تشتريها من شكلة بام وستثمر فيها يمكن تستثمر عن شكل نجرات ذهبية أو عن طريق السبائك الذهبية وجب أوزان مختلفة أو عن طريق الليرات الذهبية ومن أشهر الليرات الذهبية هو الليرة الإنجليزية والليرة الرشدية الليرة الإنجليزية اللي حدثها فوق دي هو والليرة الرشدية اللي هي دي الليرة الرشدية اللي مكتوبة كونسطنطينية اسمها الرشدية واللي رأي الزهبية لها عدة اشكال الليلة الانجليزية. وفي مصر عندنا الجنيه المصري. الجنيه المصري. والجنيه المصري هو عيار واحد وعشرين. مش عيار اربعة وعشرين. ما فيش مين واربعة وعشرين. عيار واحد وعشرين. تعال نبقى نتكلم. الجزء الثاني اننا ازاي استثمر في الزهب من ناحية اخرى بالمطاريخ المرجن. من خلال شركات الفوركس. من خلال مثلا شركات ايكوتي. اننا ممكن من خلال شركة ايكوتي ومن نصة ايكوتي اقدر اتداول واضارب. مش استثمر بعد. هنا اتداول واضارب. اتداول في على ما تتلم كده سريع ده 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 بدي اني وقف معكم عشان بس لحليل دلوقتي ده ده سوط ده 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 صوت عندي فهذه الطب بيس لولئة الناس وبرضو كل الناس تشتكين بيقطع عندي دلوقتي هكذا معها اه معايش صوت اه فعلا فعلا بدي يقطع شوية اه احسن احسن يعني هو عند طالع ونزل صوت عندي الاسم شديد هل توقيتك كده يل تغيب دوتك الحمدلله لا يسمحوني يا جماعة يعني استحملوني شوي يعني اليش استحملوني تعالوا النهاردة وانا اتبع لي توقعتها عليها توقع عديمي كطاتها وعلى الجماعة ديتها هكذا انتوقع عديم واللغمي واصل فيها دهما انتبطها لنبطش لمستوي دي بيتين تماماً ويعدها كلام بييكلمه الذي بتتكلم هذا من الشهر 15 سليات يهبت الف ويوصل ان يتعدها و بعين يوصل الف ف zombies اربعة وفعلاً تعدها الحمد للرب العميل. وغيية الفطرة الجاية ان هو يوصل لفوق المستوى. ومستوى ساعتين على. طبع تعالوا تشوفوا. ادهبت تعالوا تشوفوا. ادهبت الى. يا جماعة انا مشتغل يا معرفة. حالة دلوقتي على البستنك. لان سيأخذ الوقت شفاية متطبيدة عندي مفتح. بعد كده ايه نعمل مفاولات مع بعض. تعالوا بس هنحلل نصر مع التحليل بيجي ازاي. التحليل ينفعش ايه ايه انا بحلل. هنا وانا بشكح لكم دلوقتي. وانا بشكح لكم دلوقتي. هنفهم كيف يعتم التحليل. في ناس يقول لك انا هنحلل على اربع ساعات والساعة وهو ما يعرفش الفيلم الدلي ده غلط. غلط. الله صح ذلك. انت فين من الشرط الكبير. انت فين? انت مكانك فين? انت مكانك فين الشرط اكبر. لازم تعرف انت مكانك فين من الخطيطة. على فزة بقى. تعال اخش. بخش اول. احد الاول. انا بس. اسمعكم. انا بقى احد الاول على. خليك لانا حق نفتح شوية. على العاصر يفتح معي. ايه? خروا بركة. الحساب اللي ايه? طبعا هو الوافع هيسحب من النت فهو ده اللي قيت منه يعني. بس ربنا ايه? تعال اشوف اللي ايه? الده يا جماعة لازم يحللوا على الاول يحللوا على الوكلي. خلاص? لازم يحللوا الوكلي. الاول. ده الده. احبالك ده احسن. هيبقى ايه? احسن واحسن. ده ايه? ده. خلاص? اموك كمان يحطونوا عندنا خاطر من هنا. عشان اللي انا قدمنا ان في. ود. هبط. احسن احنا فين هنا بقى? احنا فين من من الوكلي? احنا فين? احنا في الوكلي موجودين تم اختبار. خلاص بك انت يعني انت عارف يعني ايه? يعني انت اختراق. على الفريم الوكلي. عارف يعني ايه اختراق ده? انت تفهموا يعني ايه? يعني انت اختراق منطقة مقاومة تاريخية. منطقة مقاومة تاريخية. تركزوا معي ايه فيها دي. كلام جميل? طب حلو. تعالوا بقى. عش بس ايه? اعمل لوجه احنا في اجتمع الوكلي؟ احنا في اشتراق الابده؟ احنا في مجلق ترجمة نانسي قنقر 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 ايه? اعادة الاختبار لمطقة الاختبار اللي اخترقت. اخيرا. جميل اول. كده انت فين بقى من الخريطة? كده شافت نفسه من خريطة? كده انت فين? انت كده معناها على المدى الطويل عنك. مقاومة مهمة? بيستلزم انك تخترقها? طبعا هنا عند الف تلتمية تمامة وخمسين الف تلتمية تمامة وخمسين دي عندنا مقاومة مهمة حاجين نخترقها. ده يحيطن زمال على فكرة المقاومة. تمام? طيب. عشان نواصل على المدى الطويل. اهم منطقة مقاومة اذا تم اخترقها معناها انه عيواصل الصعود بقوة وشراسة. اللي هي ايه? اللي هي منطقة اخر نقطة تلتمية. داخل بلاك ممكن الاختراق اللي اخترقه في المنطقة الشهر ده ممكن يكون اخترق لكن ما يكملش صعود. ممكن ما يكملش الصعود. ليه? ان تضميش نقطة الصعودة وتكمل الصعودة لازم يخترق. يخترق. اخر نقطة اللي هو نقطة اخر نقطة تلمسة ترند الهابط. اللي هو عند المنطقة دي. اللي هو كان عند فكوتمية خمسة وسبعين. واسمه وصلهاش. الفكوتمية خمسة وسبعين. الفكوتمية خمسة وسبعين. لو اخترقها معناها انا بكلم على تغيير الاتجاه العام من الظابط الى الصعود خلاص. هيبدأ ياخد الصعود بقوة. تمام? ده هترمل ايه? الوكتل. ما مش هتدوع على الوكتل طبعا. لانا حتى مش هستعمل. نبدأ نبدأ نقلل شوية بقى وبدأ نخش على الآل. عشان عرف انا فيل. خلاص كده ماشي. ده انا كده حلو. فبقى نخش على الآل. هتلاحز ان انه عندي عندي يعني متتد متسع. هتلاحز ان هو هنا الترينسوفل يما ينوص عنده ده منطقة شرعة كويسة جدا. هكذا لازم ايه? كده معاه? المشاب اللي حد دي كده هو. شدها بلوصل منطقة دي. بقول لك دي منطقة جيدة. لدخول. شرعة. لدخول كشراء. ماشي? طيب. اذا طب انا عادي ازارب حاجة في الحالية بقى. راح لفين. انا مستدول برده. انا كل ده بحاول احلل اخذ من الشكل الكبير للصغير 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 لحد ما اعرف انا فين والتناهل فين. انا ده صح للتحليل. مش روح انا على الفريم الاورلي او او الفور وانا احلل واشتري عليهم انا ممكن كوني عند منطقة قومة ومش شايفة. او منطقة دي مش شايفة تاريخية. تعالى بقى ان ايه ده معاه? يعني ايه اللي معناها ان انا في اسبوعي انا واختراك ده ايه منطقة القابة. اللي هو الخط الخاب الده. هو الخط اللي انا شايف قدام اللي اختراكت وقاوسة كمان واكدت لاختراك. ايه تاني? عندك هنا على فريم ادي لي منطقة قومة. مهمة. تقريبا عند منطقة كم? الفمية تمانية وخمسين بوينت واحد واسمين. الفمية تمانية وخمسين بوينت واحد واسمين. منطقة قومة مهمة. نفعش ان انا اوصل لها ويبقى معايا ده. لا ده نعمل السلم اللي عندها. من حد ما يختارك وقتها ابدأ ايه? الاختراك ده يكون لازم يكون اعديلي. الاختراك ده يلازم يكون شرع عديلي. تمام? طيب. حيكامل صعود والله يا بات. هنا ابدأ ناخد نشوف بقى ايه? على الفريم اللي بقى نبدأ انا بصنا شوفنا احلالات كلها زائي ايه? كل موزق كبير جوان موزق اصغر. كل موزق كبير جوان موزق ايه? اصغر. انا بس اتكلم ان انا باخد حاجة عميتها ايه? كان 30 ديئة. 30 ديئة تقريبا. صحقات 30 ديئة. 30 ديئة هو. ايه? مالحرام. ايه? بقى ناخد الليه? العربعة ساعة. اشوف بقى العربعة ساعة ده في كاندي نمازج والبقى. ايه بقى? اهنا بص. ايه ماشي ازاي? خط بقى لك التنام. في ناس كدينة بعد ما تفعل الدهب. طبع شوف الدهب هنا حيقولنا الف سبسياء. الف سبسيئة كامل? الف سبسيئة 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 اه او خمسين. ده لما قلنا مقتل ايه? المقاومة اللي احنا عمنا عليه. اخد بقى. جي بقى خلص المسلس ده. اللي حق هدفه. اهو مسلس حق هدفه. مسلس حق هدفه. كده. اللي مشرح حنت عليها. ديه كان فعلي جدا بلاي. نموزر زغير نموزر انبر. ده حاجة اروا. ده حق هدفه. اللي حسنا ايه? ده حق هدف ايه? المسلس بالزط. حق المسلس والزيارة كم. ما كان عندي هدف المسلس كده. الله سيئ. ما كان عندي. بصدق. بصدق. لها ديه ما عندي رأس وكتفين. رأس وكتفين. يعني هنا من هنا. بتعمل السل ومتخافش. يعني السبلوس بتاعك فين? هيكل السبلوس بتاعك فين? بتاعك هدف. شوف ازي. عم خط السل من المنطقة دي. المنطقة دي اخليها ايه? نشكلها. وتاخد السل. مضبوط او مخسر. انت مش خسرها. انت مفروب تاخد السل. بتاعتك وتلهاش الدرام السل. بتاعك. هاخد قد اخد من هنا. اخدت منها? حصل ايه? حصل الاداد. الاداد اللي حصل ده كان تست. مطلق بخسرها. مطلقش بخسرها. لانك انت عندك السل بلوز بتاعك هنا. ومطلقش بخسرها. التد. خسرنا فيها. وبعدها انت تاني حقق. بتاع ابوص الاداد بتاع الراقص الكتفين. كريما حقق. نبير قوي من رقص الكتفين. طبعا. من ستين لسبعين في الممين. مفترض ما استناش الهدف كل مفترض هنا. اساسا عندي دعوم ما نساش. عندي دعوم ما نساش. بص الدعم ده اهو دعم. دعم. فما نسوش. واصل الدعم ما كاملش الهدف بتاع دي. واناك نسفق ايه? وكلنا وقتها اقفل صفقة بتاعتي. من بتاع دي لحد اقصى. يعني لو بقعت هنا اقصى. لتوصل للدعم. طيب. بعد كده. طيب كده معناها ايه? ان انا كان عندي رقص الكتفين. وما يساش قط العرض. انا ممكن ان يكون رقص الكتفين ده. ده بداية هبوط على ثلان اربع ساعة. بتتبوت. كامل هبوط. في التالي بقعت بط العرض ده. وما سبهوش. حتى لو حقق الهدف بقع الايه? تصاصل كتفين. تفهم? ما عليك ده هو ان انا بحاول احاصل الحركة السعرية. بحيث تبقصر المنطقة دية ابدأ ايه? ابدأ اشترك. 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 هنا بدأت تنضح عندي الدنيا خلاص انا كنت عايز في حاجة كنت انا مفتاحة في ريم الساعة في ريم الساعة لاحظ اني عندي نموذك مهمة قوي قوي يعني بصونا انت كده بتعمل ايه انت كده مش شغال جدا بتربط الامور بعضها في ايه بقى كان عندنا رأس وكتفين انت كده بقى خالص زي رأس وكتفين ده ننغيه خالص بقى لانا اكتغل النموذج تاني لغى النموذج الاولى خلاص نموذج تاني لغى نموذج ايه النموذج تاني لغى نبقى لغى نبقى عندنا وحنلغي ده كمان نبقى نبقى ده نبقى في عندي الساعة اه ده راح بين ده ده معناك ده هو انه هو كان في المرحلة الوقت يعمل التست اخترق الوذج الصاعد الوذج الهابط ده الوذج الممتسع اخترقوا وعمل التست يمكن شازي شوية انه هو عادة شوية بس يستخلي باقي وعملها بكم شمعة شمعتين يعني ما اكتش ما انكسرش عملت شمعة غبوط ونبقى صاعده قوية جدا معناها انه هو عند تاكمية الصعود طبعا انت وقتها ما كنت اشتريت اشتريت انه هو المنطقة دي التجاوى في ان اول هدف بتاعه الحركة دي ده كده اول هدف الهدف ثاني اللي هو الهدف الهدف الاخير ممكن يوصل لحد ده يعني معناها انك انت لو انتم الدهب قبل الصعود اشوفت الصعود القوي ده انت دخلت الدهب وانت شايفت الهدف ده مع ذلك كنت تدخل الشراء في الدهب تشتري في الدهب على فريم الساعة فريم الساعة طب هلا بيدعم النموذج الأكبر اهو النموذج الأكبر اهو عندي هنا ويدجز وعندي معناها المفترض احنا عندنا في الحلقة دي المفترض في الفريم الساعة انه هو بيستهدف انه هو يلامس الخط العلوي بالوتد المتسع الأكبر بس عنده عقبات عنده المقاومة دي والمقاومة دي المقاومة المهمين ما يساهمش معناها انه في الحلقة دي برشح عملي اجتمال الصعود ومواسط الصعود جز اللي اللي احنا شوفنا على الساعة يبقى اذا النموذج الصغراء بتدعم الموذج الأكبر وانا الحقيقة في الدهب بالحقيقة انا دايما بدعم الدهب في الدخول الدشتري اكثر من البيع بصراحة يعني يعني لما بدخل في الدهب بشرة اكثر لان انا بحاول البيع ايضا 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 شترا شر شر ده بص tempore معي شترا شرد بص بذلك الاستخدام لا استخدام الوقت تحتويه والا فيه اي تساؤلت لو في عنديك تساؤلات تحتويه منكم انفضلوا السؤال بتاعكم عشان بس قبل من إنهي كرام في عنده اي حد عنده اسئلة بتاعي بالنسبة لي يعني ان الذهب ان انا مع اه صعود بتاعي اقتر من الهبوط اه الحية. يعني اتوقع ان هو في الناموز اللي انا شافه ده اشتري اشتري. بس حدي حدي فين? هنا مرحلة الاولى ممكن ابيع نص الكمية وهناك الكمية التانية من الاخرين التانية. مش نزة. بص الوجز او ده هدفه. هدفه الاولاني اللي احنا فينا عمده دلوقتي طيب هو لو سبك فوق التريند ده اللي هو عند الف وطمية خمسة واربعين. لو نفض ان الذهب ثبت اعلى المنطقة المقاومة معناه هيكمل صعود. في الغالب في الغالب هيكون هدفه ملامسة المنطقة لو كانت عند الف وطمية تسعة وخمسين. بصم الف وطمية تسعة وخمسين الف وطمية تسعة وخمسين في عدية ممكن يكون هدفه. بس طبعا عادة في ادارة تنصي انت لو اخذ بصلا وان لوت. بصلا يعني. اخذ بصلا فالمفترض انك انت امص المرحلة الاولية. المرحلة دي. يبيع نص الكمية عنها. يبيع خمسة مين لوت. وبعد تصل الى هنا. فتبيع. اه اه انتوا عنك خمسة مين لوت تبيع مين ومسل ثلاثة مين لوت. فمعاك اتنين مين لوت بقيين في المحفظة بتاعتك. طبعا بتجازد بهم لتكملة الصعود المتقدم. وده بيسموه حاجزة الارباح. لو حد منكم عنده فكرة ازاي يعمل حاجزة الارباح ويبيع اجزاء من اللوتات بتاعته بحيس ان هو ما يهدرش المكسب بتاعته. تمام? اتنين اطلعها يا جماعة بالنسبة لكم. اه ده لا الحاجزة دي على مدى القصص. المدى المدى الطويل. المدى المدى المتوسط يعني انكمل على ثلاث سهور. لا ده كله ده على المدى القصير. يعني خلال ايام يعني ايام ولا حاجزة. خلاص. محدة اقسم كنت اوصلت على ثلاث سهور. ممكن. اوصلتش اه حد افتحة مسلا. الاهدام تي. لكن المدى الطويل. المدى الطويل. اه? طويل. او المدى من توسط. الديلي. من توسط من الكامعة الديلي. الديلي بيقول ايه? خلاص. ان المفترض ان احنا يوسط صعود علشان عندنا في الديلي. في الديلي. خلاص? اللي هو الوطد المتسع. فالمفترض ان هو يكمل صعود. يتجاوز منطقة المنطقة دي. عند الف وثمانية وخمسين. ويواصل لحد. هدفه الف وثمانية 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 وثمانية. لذلك انا بقول ايه? اي هبوط للدهب لمرض الدعم بتاعته ده منطقة فرصة او فرصة متجددة للشراء. فرصة متجددة للشراء. وخاصة بقى نحط عينيه على الداو جونز. هتلاع الداو جونز جيه بط وهبوط وخوف شديد جدد بعد الصعود المواصل للداو جونز. لتقام كياسية. خلاص? فبالتالي لازم ان احنا نحط عينيه كويس جده عم نطاد الدعم للدهب ونشتغل. او اختراقات المقاومة والتي تتحول لدعم وابدأ ابدأ ايه? ادخل صفخات شراء. اه? ماشي كده يا جماعة? في اتصالة التانية. طبعا بدا. مثلا انتو النهاردة اعايز بقى افهم لقطة مهمة طبعا تعال النهاردة انت عايز تشتري صح? يا مثلا اقول مثلا دلوقتي. انا على الفريم. هنقول مثلا تعالي على سبيل المثال. اديك مثال يعني. اهوة. كده انا عندي. عندي شماعتين. عندي منطات هنا المقاومة تم اختراقها. فانا اشاف ان ادي منطات الشراء كويس. مثلا. فانا اقول الشراء. اهوة. على مثلا ايه انا احسبي مثلا بخمس تلافة او عشر تلاف دولار. فانا ممكن اخذ واحد لط. مثلا ادخل ايه? واحد في المية. طيب. هاخد واحد في المية لط. جميل او. باي اهو. هاخد واحد لط. باي. في المنطقة دي. الوستوبلوز بتاعي. خلاص ما اقفل الوستوبلوز بتاعي في المنطقة دي. مسلا لو حصل هبوط في المنطقة دي. مسلا. طلع علي ايه? الوستوبلوز ايه بتاعي. خليها. الوستوبلوز بتاعي. انا عايز ايه? اكسب فيه ابيع كمية كمية. اعمل الى ايه? انا مش مش عايز ابيع الكمية كلها من واحدة. خلاص? لا. انا اعمل ايه? باجي هنا بالصفقة بتاعتي. خلاص? اتحدد بتاعي مسلا. او الاولية انا مسلا بقول ايه انا عايز ابيع. او. زيرو. خلاص? اعايز ابيع بس. عندي السعر كم بقى? اعمل ايه? احطه بقى فين السعر? مسلا السعر مسلا هنا قلنا كم? هنا قلنا كم الف وتبعين? تسا وخمسين تريد. صح? اكسب وخمسين تريد. فبقولوا والله عند الف باي ليمت. اه مش باي ليمت بقى. انا هنا هنعمل ايه? اه? حلو. هنا بحدد هنا. مضافية اردر. ان انا مسلا عايز ابيع. اه. الجزء من الكميات. اما توصل المرحلة هنا. فانا مسلا ممكن ابيع. جزء من الكمية. اول ما توصل المرحلة دي. يعني عنده كام. اخبطوا بقى. التك بروفت بتاعي. السبلوس خلاص موجود هنا. التك بروفت بتاعي. الف. ثمية. ثلاثة وخمسين. الكمية كلها. انا مش عايز ابيع. انا عايز ابيع. فقط جزء من الكميات اللي هو كامل. اللي هو خمسين لقطة. بقاس ان هو اللي ممكن يوصل صعود. ممكن يوصل صعود. فممكن تعمل ايه? لازم تحجز ارباحك. تحجز ارباحك يعني ايه? يعني اول ما يوصل مرحلة دي بقى تبقى تعمل ايه بقى تخش. عايز ابيع في الصفقة بتاعتك. خلاص? هتعمل ايه? عافل الصفقة. عايز اقفل الصفقة. اول ما يوصل المنطقة دي. اول ما توصل المنطقة دي. عايز اقفل الصفقة. ايه? لا مش كلها. يعني عايز اقفل جزء منها. اللي هو الخمسة. واعمل ايه? لو دسوا عند السعر ده. خلاص? اهو ممكن نحط هنا. لو كان بقى. هنحط الف وتمية تسعة وخمسين. اقوله ايه? عافل هنا بقى هنا هبيع ايه? الكيميات بتاعتي. هنا بالتالي ايه? هتعمل هنا الكلوز. هنا انت اقفل دلوقتي. ده خلاص معناها هستقفل معايا. لكن المطقة اننا بحطوله التكبرو في بتاعي. المطقة دي. يمكن ما اضطر ان تبع الصفقة بتاعتي. اتبع بنفسي. وبحيث ان هو اول ما يوصل مرحلة دي في مرحلة 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 تماما دلوقتي. قبل ايه? احددوا فقط من عزبية. خمسة من الصفقة واقعني. بس نافذم هو الكلوز دلوقتي. بس نافذ المرة دلوقتي. ربحان معي دلوقتي. ربحان معايا اه. طب عزبية. الصفقة بتاعتي. قافل. الجزء من الصفقة بتاعتي بص اللي بقى عندي كان. بقى خمسة ميني لطف. اه دي قصة تانية والله بص ان شاء الله اللي حابب يتواصل معي. اه ممكن اتواصل معي عن طريق اه. بس ايه? نتواصل معي ان شاء الله على التويتر او الانستجرام. ونقول له طريقة. لان هذه الحالة هي كل شحاها اوي اوي اوي. اشان اوضل ايه? نقول له. اه. طبعا. البرجن بتعتبه مختلفة. اقول لك طريقة تحصل المردن ازاي? ممكن ان شاء الله نعمل. يمكنين بس ان شاء الله يعني اللي عايز يتواصل معي في عندي التويتر بتاعي. اللي هو اه ام. الوباري. 82. ده التويتر بتاعي. اللي هو الوباري. 82. ده على تويتر. اه لو حاب يتواصل معي. بحيث ان ان ممكن من خلال. طبعا التويتر بنت تكتبش اللي هو الاندرسكوري. انت بس اللي هو اللي هو اللي قدر. يعني افضل. ايه اللي هو. والبحث عليك ده هو في تويتر. حليني. اه ممكن ان شاء الله اه احد لكم معارض مع اكوتي. اهو ده ده هو بتاعي ده. خلاص. والانستجرام تعريبه نفسه بس من الانستجرام. نفسه بس من الاثنين وتمانين. ده التاني الانستجرام هو اهو ام. بس. يعني ده الانستجرام اللي تحت الانستجرام. والي هو طبعا انا بالتطويل. ولكن. حاضر. حاضر ان شاء الله هحاول كذلك بازم نتعاون. اتواصل معي ان شاء الله. هنحاول ان شاء الله نعمل صفقات اللي ديكم يعني نشوف. الدهب وازاي اللي هو ناخد. اه نحلل. اهم حاجة تكوني فهمت طريقة التحليل للدهب. او اي عملة عايز تحللها. اي عملة عايز تحللها. اي عملة عايز تحللها. ازاي تحللها بالوضع اللي احنا فيه. تمام? اه انا اه اشف جدا عن الاطالة. اه اتمنى يكونوا استفدتوا. النهاردة من المحاضرة. وان شاء الله اه نلتقي. وانا اسف جدا على الشكل اللي حصلت معي التقنية دي. ولكن ان شاء الله نحاول نحلها في المرات القادمة بإذن تعالى. اتمنى يكونوا استفدتوا جماعة النهار مني. وان شاء الله نلتقي بكم في وبنارة القادمة عندي وبنارة تانية ان شاء الله مع اكوتي. في الاسبع القادمة بإذن تعالى. ان شاء الله. اه اه اتبغونا وان شاء الله أتجدوا الجديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة